إلى موضوع آخر يطالب أولياء التلاميذ المتمدرسين بالثانوية الداخلية بقرية عبد المولى ببلدية القسدير الحدودية ولاية عامة يطالبون بضرورة النظر في انشغالاتهم العالقة والتي أثرت كثيرا على مردود أبنائهم دراسي أين يشتكي غليبيتهم من نقص الخدمات بالثانوية الداخلية بالإضافة إلى غياب النقل المدرسي التطيئة كانت لسدع المدرسي نقل المكنش الماكلة مكنش تاني كي نقول له على الماكلة يقولون أنها ميزانية قليلة الأمن مكنش نضافة دوسوار اللي نقعدو فيه مكنش نقعدو من سمانة لسمانة الإيقامة مش يقامل حلالة سيقزينين لكازيات لانقاوة الكوفيرتات فيهم رحة الفيران فيهم رحة الغباء واحد أزمة يكرر عنها ثلاثة أزمة خطر حنا عنا مشكل كبير وزيد بزيادة عنا نسمة كبيرة بشترح القصدير واش نطالب نطالب شوفنا ملحقة ولا شوفنا نصف داخلي إلى ونكمل عمار خطر حنا بالنسبة للتلاميذ راي مش نسبة كبيرة ميو عشرين واحد مش كما واحد سبعة وثلاثين واحد كوفيرتات ما كانش ما تحسبش عليهم قاع زيد لارموار مهرسين قعم قيسين ثم الزاج مكسر الضوء في الطوالات ما كانش المال حامي ما كان من جهته أكد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي على ضرورة أولي بلدية القصدير أن مصالح البلدية تعمل جاهدة على إيجاد الحلول المناسبة والمتماشية مع ظروف التلاميذ ببرمجة مشروع إنجاز ملحقة بالثانوية سيد علمت ماطي ثانية في الزيارة الأخيرة تأسيد الوالي مدير التربية طرح بناء داخلية في بلدية القصدير يا هل ترى إحنا كمنتخبين نرفضوها قطعا تفصيلا وقولا إيش الانفلوب؟ أولا المبلغ المالي اللي بني لك داخلية في بلدية القصدير؟ نحاولوه نبنوا فرع ثانوي في الأخرون وانتهنوا من نقل اشتركوا في القناة